التساعة صباحا ووعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لينداد فضاليا لينداد شكرا جمعنا التساعة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماعيه مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه رئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التوين بالتأكد من تنفيذ التسعيرات الجديدة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس السيسي وجه أيضا بسرعة تحديد حافظ التوريد الإضافي للسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت كما وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسية يانس ستولتنبرغ إن زعماء الحلف سيكدمعون في بريكسال يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري في قمة استثنائية لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا بينما أكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر حلف الأطلسي أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسية يانس ستولتنبرغ عن قلاقي إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية تعرف باسم عملية رايا الزائفة في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كيميائية وخلال مؤتمر صحفي شدد ستولتنبرغ على أن حلفاء النيت وشركاءه سيواصلون مساعدة أوكرانيا عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية مؤشرا إلى أن النيت وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف بالإضافة إلى مئة ألف جندي أمريكي في أنحاء أوروبا طلبت بولندا تشكيل بعثة سلام أطلسية تخضى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسولف كاتشينسكي أن هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلحة ويجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا فرى نحو ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة وفي مؤتمر صحفي في جناف أشر المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلن إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق أظهر إحصاء رويترز أن أكثر من 458 مليون وتسعمائة وعشرين ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6 ملايين و436 ألف حالة حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول أما رياضيا فتأهل بارد الورتغالي لدور ربع نهائي بدور أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على مضيف آيكس الهولندي بهدف النظيف في اللقاء الذي جمعهما في إياب دور الستة عشر من البطولة وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وفي مباراة أخرى لحساب نفس الدور تأهل أتلاتكو مدريد عقب فوزه على مضيف مانشستي نارد بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر للبطولة نهاية منجزة تسانى والاستكمال باقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل